السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير و كما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم جبت لكم وصفة لقهوة العشية كثيرا في بنينا والتي هي لامونا ربع خبزات لامونا بثلاث كيسينتا فارينة فقط هذه الوصفة خدمت لكم بالكاكاو بالشوكولة ماملأ كريم باتيسيا خدمت لكم بذوق الشوكولة فبقاوا معي شاهدوا الفيديو و ادوا هذه الوصفة و اجربوها كما جربتوا الوصفات التي قبل و نجحت لكم فلا تنسوا ان اخذوا اخوتي باللايك الاشتراك في القناة والبرتاج لكي تعمل الفائدة على الجميع بسم الله نبدأ الوصفة و طريق التحضير نضع كاس تحريب دافي ثلاث مغارف كبار سكر حبة ضيض ملعقة كبيرة من خميلة الخبز تكون ممسوحة نضع فائدة ثلاث مجموحة ثلاث مزحة اخذ علي المثال احضر ملعقة كبيرة اوزت هنا 4 ملاعق كبيرة من زيت نحرك المكونات جيدا نزيد الفارينة أي طحين قدرت الكاس الأول وهنا سنزيد ملعقة صغيرة من خميرات الكميائية الحلويات ملعقة صغيرة نحرك المكونات جيدا نزيد الكاس الزاوج اللي فيه نصفه فارينة واللي بقى كملتها بالكاكاو البني المر زلت النصف ملعقة صغيرة من الملح نحرك المكونات جيدا بالفوة نزيد الكاس الثالثة الفارينة أي الطحين نحرك بأصبع يدية واللي من العجينة العجينة لازم تلسق في اليدين ونرى قادرة تزيد حوالي ملعقة أو ملعقتين من الفارينة ولا تكتفي بهذا القدر هنا زلت حوالي ملعقة كبيرة من الفارينة بالنسبة نوعية الفارينة هي ماما تا 45 أي تا 45 لاحظوا معي هنا الخالط العجينة لازم يكون تلسق في اليدين نزيد ملعقة كبيرة منه مارغارين وندخل هذه المارغارين كامل في العجينة بهذه الطريقة باش تسهل علي الخدمة نحطها على طاولة العمل بالنسبة لقوام العجينة يكون تقيل شوية بين الدك ولكن هذه الطريقة التي ستلسقها بها ستحسيك شوية عجينة خفافة نرى كيف ندير نبدأ كشوية نقطع فيها واحدة شوية حتى نحسها بدأت تلسق على طاولة العمل وشي خفيفة نلمها بالكوبات بهذه الطريقة ونكون دهانة الإناء تاعب شوية تعزيد ونحطها نحظوا معي كيف هي رطبة وخفيفة نحطها ونغطيها بكيس ونزيد الكيس في أخر حتى تختامر بسرعة حتى يضع في الحجم التاحة نعود نوليها نروح نوجده لكين باتيسيا والتي فيها ثلاث كيسان تحليب كما تقدري تديري غزوش كيسان ونصف تحليب نزيد ثلاث مغارف كبارة السكر ملعقة كبيرة تالفاني وثلاث مغارف كبارة لا يزين أي شيء نزيد ملعقة كبيرة معمرة من الكاكا والبني المر نضرب قليلا لعطر الشوكولة نحرك المكونات جيدة بالفوي نضعه على النار لتكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى ترى القوامة بداية يتقال ويديك هدوك الفقعات فتوخره على النار ونضرب قليلا لعطر الشوكولة ونضرب قليلا لعطر الشوكولة ونضرب قليلا لعطر الشوكولة نضرب ملعقة صغيرة مارغارين نحرك المكونات جيدا ثم نضعهم في إناء نغطيهم من مليح بالبلاستيك الغذائي بالفيلم أليمونتين يجب أن يلامس سطح الكريم باتيسير ونضرب جانبا من بعد أن نضربها في المجمد وفي هذا الوقت شوفوا العجين التاعنا كيف يجب ضعف الحجم التاعها نضعها على طاوت العمل لملعجينة ونقسمها إلى أربع كوريات كما تقدر تقسمها على زوج خبزات ماشي أربع ونضرب وروجة ونضرب مباشرة على ورقة طهي ونضرب خبزات ونضرب بيدي ونضرب قبل أن نضرب حلال حتى لا تدخلها نغطيهم ونقسم حتى يضعف الحجم التاعهم ثم نضيف خلطة صفار بيضة مع بعض عطر الكرامل و نضيف سكر قطرات فقط و ندهن كامل الخبزات من فوق ثم نضيف الفرن ساخن نقص لـ 180-150 من فوق ومن تحت 10 دقائق و اقول ليه إذا كان الفرن من فوق فشرح من فوق ثم نضيف بفرن و نضيفه ثم نضيفو و نضيفها و نضيفها 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 ولدها تضرب مليح تضرب مليح شوكولة الإيطالي كي تضرب البنة شوكولة نضرب مليح حتى يكون قوام كريمي ثم تضرب الخبز ثم تضرب الخبز نضرب السكين منشار ونحل فيها بهذه الطريقة لاحظوا معي أن هذه الخبزة لم تضربها قليلا 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 لأنه من بعد أن تضربها ستجعلها تبرد سترى أنها متفخد قليلا ونحل فيها سوف نحل معكم ونرى في الوسط كيف خرجت الله يبارك ورحة الكاكا والتي فيها ما شاء الله مع هذا العطرة الكرامل ما شاء الله نضرب هذه الكخيمة ولكن عندما خرجتها بدأت تضرب قليلا قليلا دخلتها في المجمد مليح مليح وكملت الخبزة اختياري تقديرها تقدر الله قليلا 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 غطيتها من فوق ودهنتها في الشكهر الأطريق بهذه الطريق سوف أضعه نضيفها دجمد في المجمد تشتروح مليح اخترتها بقليلا قليلا وقوم أن تزيد من الفكرا لجب華 تجمد قليلا وكما تعرفون هذا الصيف يجب أن تجمد قليلا يجب أن تجمد قليلا تجمد قليلا كل مزيد يجب أن تخرج وزيد تطرى فهذه الطبقة فأنا قمت بها شوكولات الطلي نضيفها قليلا كوكاو وقليلا نضيفها وضيفها قليلا تجمد خبزة لكي تجمد خبزة لديهم وضيفون ويقوموا بإمكانك لديهم وضيفون الجديد نضيفه جديد اخواتنا رب يحفظهم وعجبتهم بزيف نرى الحبه كيف يأتي هذه الحبهة تشدين اروحه سوف نقسم معكم حبه و تشوفوا كيف يأتي من الداخل لذلك قلت لكم لا تقوم بالحلات العجينة و لا تغلضواها دعوها قليلا كما قمتها معكم لانه من بعد تشوفوا كيف يأتي الحجم التحاق قسمت معكم بالسكين لاحظوا معي شوفوا الله يبارك شوفوا شوفوا لاك خيم لاي من الداخل يعني هذي اللامونة كل شي فيها شوكولة يهب خاصة اللي عشاق الشوكولة نقول لكم هذي غير جربوها لوليداتكم فرحوها بهم لعائلتكم نقسم لكم هذي الحبه و شوفوا كيف هي جطرية وبنينة ما شاء الله عليها شوفوا نقسم لكم نقسم لكم ما شاء الله عليها فيديو آخر إن شاء الله سلام شكرا